لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فحياكم الله جميعًا بعد انقطاع يعني فترة شهر رمضان وما بعده ونكمل بقية الأبواب في كتاب المنطقة ووقفنا عند كتاب أو باب جواز ذلك في البنيان والمقصود مسألة استقبال القبلة واستدبار نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب جواز ذلك في البنيان أي استقبال واستدبار القبلة في البول والغائث قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الجماعة قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها رواه الخمسة إلا النسائي قال وعن عائشة رضي الله عنها قال الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه أحمد وابن ماجة قال وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس رواه أبو داود رواه أبو داود نعم قبل أن نبدأ بشرح هذه الأحاديث يعني نراجع بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب باب حكم استقبال القبلة واستدبار القبلة في مسألة قضاء الحاج ذكرت لكم فيما سبق بأن هذه المسألة فيها خلاف وسبب الخلاف الأحاديث المتقابلة في مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة وفيها ثمانية أقوال ثمانية أقوال وحاصل هذه الأقوال ثلاث القول الأول يحرم استقبال واستدبار القبلة لف الفضاء ويجوز في البنيان وهذا مذهب الإمام مالك والشافع وهي رواية عن أحمد وهو قول في مذهب الإمام أحمد وقد اختار هذا البخاري رحمه الله تعالى ولهم أدل منها حديث ابن عمر الذي معنا وحديث جابر ومجموعة أحاديث ستمر معنا وهو الباب الذي نشرحه في هذا اليوم وهو قال باب جواز ذلك في البنيان القول الثاني يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان مطلقا وقلنا لكم بأن هذا مذهب أبي حنيفة وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم وكذلك هو مذهب ابن حزم الظاهري اختار هذا الشوكاني الذي شرح المنطقة كتابه نيل الأوطار اختار هذا القول أيضا وهو تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا يعني في البنيان وفي الفضاء في البنيان وفي الفضاء وطبعنا دلتهم كثيرا ويذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها والقول أقوى من الفعل لأن أصحاب القول الأول ذكروا أفعالا والقول الثالث ذهبوا إلى أنه يحرم في الفضاء ويجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الاستقبال يجوز الاستدبار فقط دون الاستقبال وذلك لحديث ابن عمر الذي سنذكره بعد قليل حيث إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام استدبرة الكعبة هذه هي الأقوال الثلاثة حاصل الأقوال الثلاثة ولا شك بأن هذه المسألة من المسائل التي حولها خلاف عريض وطويل عند أهل العلم وأبرزت مجموعة من الأمور منها ما يتعلق بعلة النهي يقول ما هي علة النهي التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ذكروا مجموعة علا الحاصلها أولا قالوا لإظهار احترام وتعظيم القبلة قالوا بأن النهي إنما هو لإظهار وتعظيم واحترام القبلة القبلة وقد روي في هذا حديث لكنه ضعيف من جهة الإسناد والعلة الثانية قالوا حتى لا يخلو أن المتخلّي يراه أحد أو يراه مصلّي مثلاً لا يخلو المتخلّي من أن يراه مصلّي وقد ذكروا في أثر أبي هريرة في أثر ابن مسعود أن الشعبي رحمه الله تعالى سُئل عن ذلك فقال أما قول أبي هريرة ففي الصحراء لأن لله خلقاً من عباده يصلّون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم وأما في بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها وهذا الأثر أثر الشعبي في إسناده ضعيف وهو يونس الحناط وهو ضعيف والمقصود بأن العلل هذه مستنبطة كما ذكرنا لكم في قاعدة سابقة أن العلل إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة المنصوصة أن يأتي النص بذكر العلّة وإما أن يستنبطها العلماء وهذا الاستنباط هي عملية تقوم على استقراء مجموعة النصوص ويخلصون إلى استخلاص العلّة ويخلصون إلى استخلاص العلّة وكذلك اختلفوا أيضاً في محل العلّة هم الآن اختلفوا ما هي العلّة ثم اختلفوا في محل العلّة فقيل العلّة لأجل الخارج المستقذر هذا فلا يستقبل به القبلة وقيل وهو الثاني أنه بسبب كشف العورات بسبب كشف العورات وهذه طريقة العلماء في بحث مثل هذه الأحاديث الآن المصنّف رحمه الله تعالى عقد باب قال باب جواز ذلك بين البنيان والباب الذي قبله ماذا كان باب نهي المتخلّ عن استقبال القبلة واستدبارها فالباب الأول فيه النهي مطلقاً باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً مطلقاً وعمدة هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي اعتمده من قال بالتحريم مطلقاً في البنيان وفي الفضاء أما الأحاديث التي ذكرها المصنّف الآن رحمه الله تعالى وغفر له فهي تفيد الجواز في البنيان دون الفضاء تفيد الجواز في البنيان دون الفضاء فذكر أولاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رَقَيْتُ يَوْمًا رَقَيْتُ يعني صَعَتْ وجاء في رواية أو في لفظ لقد ارتقيت يوماً لقد ارتقيت يوماً على بيت حفصة من هي حفصة؟ بنت عمر أخت عبد الله بن عمر وهي شقيقته من أمه وأبي وهي أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قال فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْيَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ والمقصود على حاجته يعني يقضي حاجته وهذا فيه تكنية وهذا من باب الأدب قال مُستقبل الشام مُستدبر الكعبة فَبَن استقبل الشام في المدينة فقد استدبر الكعبة قال رواه الجماعة رواه الجماعة ذكرنا لكم من هم الجماعة الذين إذا ذكرهم المجد فينصرف إلى الخمسة مع البخاري ومسلم بخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة أفاد هذا الحديث جواز استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة في البنيان أفاد جواز استدبار القبلة في البنيان في عفواً في البنيان استدبار القبلة استدبار القبلة وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو يوسف أحد تلاميذ أبي حنيفة واختيار العلام الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى اختار هذا القول اختار هذا القول وهذا الحديث فيه مجموعة فوائد منها أن ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوماً على بيت حفصة طبعاً جاء في لفظ كما ذكرت لكم لقد ارتقيت ومعناه صعت وجاء في رواية على ظهر بيتٍ لنا على ظهر بيتٍ لنا فنسبه إلى إليه فنسبه إليه وجاء في أخرى على ظهر بيتنا وهذه الروايات كلها في الصحيح جميعها في الصحيح وفي رواية لابن خزيمة قال دخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت فصعدت ظهر البيت والجمع بين هذه الروايات أولاً أضافه إلى نفسه باعتبار ما آل إليه الحال لأن عبد الله بن عمر ورث أخته حفصة لما ماتت ما تركته ولم تترك أولاداً رضي الله عنه فورثها ابن عمر فنسب البيت إليه وقيل بأنه أضافه إلى نفسه على سبيل المجاز لأن لكون حفصة أخته فأضافه إلى حفصة لأنه البيت الذي أسكنها فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الجمع بين هذه الروايات الواردة في هذا الحديث طبعاً هذا الحديث أيضاً فيه فائدة وهو جواز صعود بيت القريب ونحوه إذا مثلاً لم يعلم الإنسان عدم ممانعته فعبد الله بن عمر رقى بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته ولا شك بأن هذا فيه نقل لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة نقل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن عبد الله بن عمر قصد ذلك وإنما حصل مصادفة واتفاق أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومستدبر الكعبة مستقبل الشام كذلك من فوائد هذا الحديث ينبغي الوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعني حتى فيما يطلب إخفاؤه ولذلك أمهات المؤمنين نقلوا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يطلع عليه غيرهن غيرهن النبي عليه الصلاة والسلام ومرنا باتباعه صلوات ربي وسلام عليه كذلك أفاد هذا الحديث استعمال الكنايات فيما يستقبح ذكره فقال على حاجته على حاجته وهذه طريقة سبق التنبيع عليها وأن طريقة قرآنية وأيضاً هدي نبوي في ذكر استعمال الكنايات فيما يستقبح إذن هذا الحديث أفاد ما فائدة وهي أنه يجوز استدبار القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة وطبعاً الحنابلة ومن وافقهم المالكية والحنابلة ذهبوا إلى ماذا عفواً المالكية والشافعية المالكية والشافعية وهي رواية عن المحمد ذهبوا إلى إلى جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان أما في الفضائف لا وهذا هو القول الذي سبق ترجيحه في المجالس السابق وأما حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها يعني يستقبل القبلة هذا الحديث عام هل هو في البنيان أم في الصحراء مثلاً ولذلك حديث جابر بن عبد الله هذا مشكل عند أهل العلم فمن ذهب إلى جواز ذلك في البنيان قالوا بأن حديث جابر قالوا بأن حديث جابر بعمومه ناسخ لأحاديث النهي يعني من ذهب إلى جواز ذلك في البنيان قالوا بأن حديث جابر ناسخ لما سبق من الأحاديث التي تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها لكن عموماً هذا الحديث رواه الخمسة إلا النساء الترمذي رحمه الله تعالى استغرب هذا الحديث حينما خرجه أو رواه استغربه وقد حسنه حسنه رحمه الله تعالى واستغربه لكن هو يقول سألت محمداً الترمذي إذا قال سألت محمداً يعني من الترمذي الآن في العلل يقول سألت محمداً وفي السنن أيضاً يقصد من لا يقصد البخاري الترمذي دائماً إذا قال سألت محمداً احفظوا هذه قائد إذا قال سألت محمداً يقصد محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي صاحب كتاب الصحيح ولذلك كان يعرض عليه الأحاديث يقول سألت محمداً يعني البخاري يقول وقد سألت محمداً عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق ابن إسحاق محمد ابن إسحاق فإذا كان قصد البخاري كما ذكر ذلك العلماء الأسانيد إلى ابن إسحاق فإن هذا محل نظر يعني لأن الاحتجاج بابن إسحاق فيه يعني فيه كلام لأهل العلم فيه كلام لأهل العلم فإن محمد ابن إسحاق إذا عنعنى فهو ضعيف أما إذا صرح بالتحديث فروايته متصلة أو قصد بأن له للحديث شواهد ومتابعات لكن عموماً هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح ظاهر الحديث حديث جابر رضي الله عنه يفيد أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها منسوخ منسوخ لكن هذا حقيقة محل بحث عند أهل العلم ونظر ولذلك هم يذهبون إلى أن الاحتجاج بحديث جابر على نسخ النهي غير متجه يقولون غير متجه ولا بد من ذكر احتمالات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه جابر يستقبل القبلة ببول قبل أن يقبض بعام قبل أن يقبض بعام لأن ذكر جابر قبل أن يقبض بعام قوي في مسألة النسخ دائماً النسخ يأتي متأخراً فإذا عرف التاريخ فهذا من أقوى ما يقوي مسألة النسخ لكن أهل العلم ذكروا بأن هذا غير متجه لأن جمع من الصحابة ذهبوا إلى تحريم ذلك في الصحراء وفي البنيان مثل أبي أيوب الأنصاري وجمع من الصحابة قالوا بأن النهي باقي ولذلك لا بد من توجيهه فقالوا هناك مجموعة من الاحتمالات احتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لعذر من الأعذار يعني قد يكون هناك سبب وعذر بحيث لم يجد مكاناً أو شيء من هذا القبيل ففعله ويحتمل أيضاً أنه رأى في البنيان مثل ما رأى عبد الله بن عمر رأى في البنيان يبول مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فقالوا هذا أيضاً أيضاً احتمال والاحتمال الثالث وجود ما يستره مثلاً وجود ساتر يستره كحائش نخل مثلاً أو تراب أو شيء قالوا هذه كلها احتمالات احتمالات لكن هذا الحديث يقوي مذهب القائلين بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان هذا من أقوى الأدلة أيضاً مع حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أو عنهم جميعاً والحديث الثالث في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قال الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أوى قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه أحمد وابن ماجه هذا الحديث ذكره المصنف رحيمه الله تعالى ليقوي مسألة جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان لكن هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج وذلك لكون إسناده فيه ضعيف وهو عراك ابن مالك عراك ابن مالك وهذا ذكر بعض العلماء بأنه منكر قالوا بأنه لم يروي عن عائشة ما سمع من عائشة ما سمع من عائشة ولذلك الحديث هذا لا يصح الحديث هذا لا يصح فلأجل هذا ما يستدل به طبعا معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم يعني تنزها قال أو قد فعلوها حولوا مقعدة قبل القبلة فكأن هذا الحديث يشير إلى أن مقعدة النبي عليه الصلاة والسلام في الكنيف الذي في بيته كان إلى غير القبلة ثم عاقبهم بأن أمر بتحويل مقعدته إلى القبلة لكن ذكرت لكم بأن هذا الحديث لا يصح ولا ينتهض للاحتجاج لعراك بن مالك وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس بذلك رواه أبو داود رواه أبو داود وأبو داود سكت عن هذا الحديث لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسن إسناده قال إسناده حسن قال إسناده حسن وهذا الفعل من عبد الله بن عمر يتفق مع ما رآه من حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وأنه كان يستقبل كان يستدبر القبلة في البنيان يستدبر القبلة في البنيان وهذا الحديث حسن من جهة الإسناد حسن من جهة الإسناد خلاصة هذه المسألة مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة أولا فيه عظيم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إنما أنا لكم كالوالد ولذلك كان يعلمهم حتى يعني قضاء الحاج وهذا يدل على عظم هذه الشريعة وعلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه والناس كيف يدخلون الخلاء وماذا يقولون إذا دخلوا وإذا خرجوا كيف يجلسون وكيف كذا يعني في أشياء كثيرة جاءت في هذه الأبواب الأمر الثاني بالنسبة للقبلة يجب تعظيمها يجب تعظيمها خاصة في مسألة الأشياء المستقدرة المستقبحة مثل قضاء الحاجة مثلا فإن الأصل أن الإنسان يعظم القبلة الأصل يعظم القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها من حيث العموم لكن من حيث التفصيل فإن هذا يحرم في الفضاء إلا إذا كان بينك وبين القبلة يعني حائل أنت قريب منه لأن إذا قلنا بينك وبين القبلة حائل بينك وبين القبلة جبال ومدن وقرى وبساتين وأودية المقصود بينك وبين القبلة قريب منك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في بيته وكذلك بن عمر حينما قضى حاجته وهو ليس قضى حاجته قريب من من شيء كما جاء ذاك مصرحا في بعض الروايات قال أناخ راحلته ومستقبل القبلة يبول إليه يعني اقترب من راحلته ليس بينه وبين راحلته إلا مسافة قريبة مسافة قريبة هذا المعنى ذلك أنت إذا كنت في الصحراء فإنك تقترب من الحائط أو من الشجرة مثلا أو من الدابة أو من كثيب الرمل مثلا والأصل أن الإنسان يعظم القبلة وأيضا هنا دعوة لمن أراد أن يبني بيتا أن ينتبه لهذا الملحظ وهو أن يجعل حمامات البيت أو مراحيض البيت إلى غير القبلة وتعرفون المسألة يعني مسألة خلافية والخلافية قوي المالكية والشافعية عفوا الحنفية حنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجمع جمع والشوكاني وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى حرمة ذلك في البنيان وفي الصحراء والمسلم مطالب بأن يخرج من الخلاف يخرج من الخلاف ولكن إذا كان في الصحراء لا يتعمد أيضا استقبال القبلة ولا استدبار القبلة وإنما إذا اضطر إلى ذلك ويجعل بينه وبين القبلة حائلا يعني يعني عفوا عفوا في البنيان في البنيان لا يتعمد ذلك لا يتعمد ذلك في البنيان ولكن إذا اضطر إلى ذلك يعني مثل بعض الناس الآن في الفندق مثلا أو سكن بيت لا يملكه أو هو يعني من تبه لهذه القضية فإنه لا شيء عليه في البنيان لكن أن لا يتعمد ذلك وإنه اضطر إلى ذلك لا شيء عليه على القاعدة اللي ذكرناها وهو مذهب الشافعية والحنابلة ويعني ذكرنا اختيار أيضا بعض أهل العلم هذه خلاصة المسألة في هذا الباب أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان لحديث ابن عمر وحديث جابر وأما في الصحراء فلا يجوز أما في الصحراء فلا يجوز إلا أن تجعل بينك وبين القبلة حائل يعني يشبه قضاء حاجتك في البنيان تكون قريب من هذا الحائل الذي بينك وبين القبلة أو الساتر الذي بينك وبين القبلة قال باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره من التخلي فيه قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود قال وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنسائي وأبو داود قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد ومسلم وأبو داود قال وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجة وقال هو مرسل قال وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أي بال في الماء الراكد رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة نعم قال رحمه الله تعالى باب ارتياد المكان الرخو وما يكره من التخلي فيه هذا الباب عقده المصنف ليشير إلى أن من أراد أن يقضي حاجته خاصة في الصحراء فإنه يختار المكان الرخو الدمث اللين السهل حتى لا يرتد شيء من البول على بدنه أو ثيابه لأن البول نجس بإجماع أهل العلم قليله وكثيره ولذلك نبه الشارع الحكيم إلى ضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يتبول في مكان فإنه يختار المكان الدمث الرخو السهل اللين وإن لم يجد إلا مكانا صلبا فإنه يلينه ويعني يستعمل عودا حتى يجعل هذا المكان رخو لا صلب لأجل أن لا يرتد شيء من بوله على بدنه وعلى ثيابه وهذا يدلنا على ضرورة احتياط الإنسان بشرط أن لا يكون وسوسا لأن بعض الناس يوسوس يحتاط لمثل هذه الأشياء وما يكره من التخلي فيه في هناك أشياء ذكرت في الأحاديث يكره التخلي فيه يكره التخلي فيه ذكر أول ما ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمثٍ إلى جنب حائط الدمث بالتحريك دمث هو المكان السهل اللين من الأرض دمث يقال أرضٌ دمثة أو أرضٌ دمثة رخوة وسهلة إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد يعني فليختر هذا معنى يختار فليرتد لبول يعني يختار لبول هذا الحديث في المسند وعند أبي داود اختلف العلماء في إسناده فأصر الحديث ضعيف لكن حسن إسناده بعض أهل العلم وإلا هو الحديث من جهة الإسناد ضعيف وهذا الحديث أفاد أن المتخلي أن الذي يريد التبول يرتد لبوله مكاناً رخواً سهلاً والعلّة ظاهرة والسبب ظاهر وهو حتى لا يرتد إلى بدنه وثوبه شيء من هذا البول لأن البول نجس كما ذكرته لكم كما ذكرته لكم ولذلك ينتبه المسلم ويتنزه في مسألة التبول لكن هنا ينشأ سؤال وهو وجود هذه الأشياء الصلبة الموجودة الآن في المراحيط والحمامات هل تأخذ حكم الأرض القاسي؟ الجواب لا يعني ما يوجد الآن من أشياء من البرسلان ومن بقية الأشياء هذه ليس إلا إذا كان الإنسان يتبول واقفاً ممكن أن يرتد إليه شيء عموماً الإنسان على نفسه بصيراً ويعرف المكان الذي يكون سبباً من أسباب ارتداد البول إليه أم لا يتنبه الإنسان لهذا إذن أفاد هذا الحديث مشروعية أن الإنسان إذا أراد التبول أن يختار لبوله مكاناً رخواً ليناً من الأرض مناء الأرض وهذا في الغالب لمن يبول واقفاً هذا في الغالب لمن يبول واقفاً سيأتي معنا أحكام حكم البول واقفاً وأما حديث قتادة وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الجحر أن يبال في الجحر والجحر هو الشق الذي في الأرض الجحر هو الشق الذي في الأرض والذي يكون في الغالب مسكاً للدواب والحشرات والسميات أيضاً قالوا لقتادة من هو قتادة؟ قتادة هذا ابن دعام السدوسي ثبت وإن كان يعني يصنف من الذين تساهلوا وهو أيضاً لديه تدليس خفيف قالوا لقتادة بن دعام السدوسي ما يكره من البول في الجحر؟ يعني ما هو السبب الذي يجعل البول في الجحر مكروهاً؟ قال يقال إنها مساكن الجن إنها مساكن الجن رواه أحمد والنساء وأبو دود وهذا الحديث أيضاً مختلف في إسناده وسبب الإختلاف هل التقى قتادة بعبد الله بن سرجس؟ ذكر بعض العلماء قاعدة بأن قتادة بن دعام السدوسي لم يلتقي بأحد من الصحابة إلا أنس بن مالك قالوا ما التقى بأحد من الصحابة إلا بأنس بن مالك لكن هناك من أثبت أنه التقى بجمع من الصحابة ومنهم عبد الله بن سرجس ولذلك الحديث يرتقي إلى درجة الحسن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر القاعدة الأصولية أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم هذه القاعدة الأصولية لكن هناك قاعدة أخرى ذكرها العلماء ذكرها العلماء خاصة علماء الأصول أن النهي في أبواب الآداب يحمل على الكراهة التنزيهية من حيث الأصل هذه قاعدة مهمة أن النهي في أبواب الآداب يحمل على الكراهة التنزيهية لا التحريمية على عقس القاعدة في بقية الأحكام العصل أن النهي يفيد ماذا؟ التحريم إلا إذا وجد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة أما النهي في باب الآداب فإنه يفيد الكراهة التنزيهية إلا إذا دلت قرينة على أنه يفيد التحريم على أنه يفيد التحريم وسيمر معنا مجموعة نصوص في هذه الأبواب وغيرها سيمر معنا مجموعة نصوص تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر ما هو السبب؟ قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنساء وأبو داود هذا الحديث يفيد كراهية البول في الجحر والجحر هو الشق الذي في الأرض واختلف العلماء في ذلك مثلا قتادة بن دعام السدوس قال كان يقال يقال إنها مساكن الجن ويقال هي من صيغ إيش؟ يعني ليس فيها جزم لا يجزم يقال يحكى بأنها مساكن الجن وهذا مستبعد هذا مستبعد أن تكون الجحور هذه مساكن الجن قد تكون لبعض الجن لكن الذي يظهر والله أعلم أن العلماء ذكروا مجموعة من الأسباب منها أولاً قالوا بأن هذه الجحور إذا تبول فيها الإنسان قد يخرج عليه شيء فيؤذيه يخرج عليه شيء مثلاً من الحشرات أو السميات فيؤذيه فيؤذيه والأمر الثاني قالوا بأن هذا مفسد لهذه الجحور التي هي يعني مساكن لهذه الدواب أو الحيوانات أو الحشرات والمسلم مأمور بأنه يبتعد عن الأذية يبتعد عن الأذية فمن تبول في جحر مثلاً أفسده علماً فيه سواء النمل مثلاً أو بعض الحشرات أو مثلاً الجربيع هذه الجربوع الذي يكون في الصحراء أو مثلاً الأرانب يفسدها يفسد عليها بيوتها فلذلك أمر بأن يتأدب حتى مع هذا طبعاً جاء في حديث مرسل من طرق أربعة أن سعد بن عبادة رضي الله عن سيد الخزرج وجدوه ميتاً عند مستحمه قالوا بأنه تبول في جحر وسمعوا هاتفاً يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطي فؤادة وجاء في طريق آخر رميناه بسهمين فلم نخطي فؤادة وهذه هذه الآثار هي مرسيل بعض العلماء قواها قالوا بأنه وجد يعني ميتاً قد اخضر عند مستحمه وذكر والسبب بأنه تبول في الجحر ورواية أنه تبول في الجحر لا تصحي بينما المرسيل الأربعة هذه أنه وجد ميتاً عند مستحمه يعني يمكن أن ترتقي إلى الاحتجاج لكن عموماً المسلم مطالب بأن لا يفسد مثل هذه الشقوق والجحور على من فيها ويبتعد عن ذلك صيانةً لنفسه وحمايةً لذاته وكذلك عدم أذية الآخري يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبياً من الأنبياء لدغته نملة نملة فأمر بمتاعه ثم أحرق بيت النمل فعتب الله عليه قال هل لا نملة واحدة هل لا نملة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى لما رأى عصفوراً قد قتل قال ما من عصفور يقتل بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يسأل إلا سأل يعني المقصود بأن الإنسان يبتعد عن إيذاء الحيوانات إلا الحيوانات التي تصول على الإنسان أو التي أمر بقتلها مثل الفواسق الخمس خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرم هذا المعنى وهذا أدب عظيم يتأدى فيه الإنسان حتى لو كان لا يراه أحد وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل ما أنتقل يعني هل هل هذه الجحور يقاس عليها ما يوجد الآن في المغتسل داخل البيوت من البواليع مثلاً أعتقد القياس هنا لا يصحي القياس هنا لا يصحي ولذلك البواليع الموجودة في البيوت أو في الحمامات إنما وضعت لأجل تسريب المياه وما يحصل حتى في المستحم يعني سيأتي معنا هذا لا تقاس على الجحور التي في الصحراء أو قريباً ليس ضرورة أن تكون بالصحراء قد تكون جحور قريبة من البيت وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا لا عينين اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين هذه الأفعال والتصرفات وقاية والوقاية هنا بترك بترك التخلي في هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث وما بعده قال اتقوا لا عينين بالتثنية قالوا ومن لا عينان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه أحمد ومسلم وأبو داود اتقوا لا عينين والحديث الآخر اتقوا الملاعن الثلاث اتقوا الملاعن الثلاث طيب قال اتقوا لا عينين لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن التي تخلى فيها الناس باللاعنين أو بالملاعن الثلاث قال العلمة لأنها تجلب اللعنة لأنها تجلب اللعنة فإذا رأى الناس أثر تخلى الإنسان في الطريق لعنوه لعنوه ودعوا عليه وإذا رأى الناس من يتخلى في موارد المياه لعنوه ودعوا عليه وإذا رأى الناس من يفسد عليهم مجالسهم كظل شجرة أو محل جلوس مثلا لعنوه لأن الناس يرون بأنه أفسد عليهم ما هو من مصالحهم ومما يعود عليهم بالنفع ولذلك قال اتقوا اللاعنين قال الصحابة ومن لاعنان يا رسول الله وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم سألوا لأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين فيه إبهام من مقصود باللاعنين فسأل الصحابة قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى ما معنى يتخلى يعني يحدث أو يقضي حاجته أو يتغوض وهذا كما ذكرت قبل قليل استعمال الكنايات فيما يستقبح استعمال الكنايات فيما يستقبح وهذا منهج شرعي ورد في القرآن والسنة وفي آثار الصحابة الذي يتخلى في طريق الناس طريق الناس ما تطرقه الأقدام وما ينتفع به الناس وذلك لأن الناس يحتاجون هذه الطرق ذهابا وإيابا فإذا تخلى الإنسان فيها نجس نعالهم وثيابهم وأحدث روائح أيضا كريهة ولذلك هذا يجلب اللعنة والناس لا يتحملون أن يروا مثل هذا التصرف مثلا في طريقهم أو في كذا فيلعنون ويشتمون ويسبون ويدعون على من فعل ذلك ولذلك هذا تسبب على نفسه باللعنة وبالدعاء عليه في طريق الناس طريق الناس طيب إذا كان هناك طريق لكن غير سالك أو غير مطروق يعني هناك طرق مثلا مهجورة مثل الطرق في الصحراء أو شيء العلماء قالوا بأن هذا لو تخلى فيها لا شيء عليه لا يدخل تحت اللعن ولا يدخل تحت النهي لأن هذا لا يضر بالناس لا يضر بالناس لكن الأصل أن الإنسان يبتعد عن هذا يبتعد عن هذا ويتجنب أن يتخلى في الطريق عموما لكن الذي فيه النهي طريق الناس الذي يطرقونه ويسلكونه وينتفعون به ثم قال أو في ظلهم أو في ظلهم أو في ظلهم ما يستظلون به في فترات الحر مثلا والناس قديما لهم مجالس في ظلال مثلا الجدران أو في أماكن معينة يخصصونها للجلوس ويجتمعون فيها وهذا يشمل ظل الحائط وظل الشجرة أي شيء ينتفع به الناس وقال هنا أو في ظلهم لأن الناس ينتفعون بهذا إما أن يكون في ظلهم بفعلهم هم سقفوا مكان مثلا أو بنوا مكان أو يكون أصلا في الظل الحادث بسبب من الأسباب الطبيعية كجدار أو شجرة مثلا أو مكان مثلا فالذي يتخلى في هذا المكان هذا ستصيبه اللعنة لأنه أفسد على الناس مكانهم وأما حديث أبي سعيد الحميري عن معاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث فهنا زاد قال اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد البراز في الموارد والبراز المقصود فيه التخلي يعني التغوط البراز مقصود فيه التغوط في الموارد الموارد موارد المياه مثل البرك والآبار مثلا والأحواض هذا كله محرم ولا يجوز لماذا؟ لأن يفسد على الناس يفسد على الناس هذه المياه التي يستفيدون منها لسقي دوابهم أو شجرهم أو أنفسهم أيضا ولذلك من فعل ذلك جلب على نفسه الدعاء باللعنة قال وقارعة الطريق وذكرت هذا قارعة الطريق الطريق المسلوك الذي تقرعه الأقدام تطرقه الأقدام قال والظل والظل عام كما ذكرت قبل أقل العام يعم كل ظل يعم كل ظل وهذا يشير إلى أدب عظيم من أداب الإسلام وهو العناية بالبيئة ونظافة البيئة وأيضا الاهتمام بالأشياء التي ينتفع بها جمهور الناس وعامة الناس والتي هي ليست من الإختصاصات الفردية وإنما عامة الناس مثل الظل ومثل قارعة الطريق ومثل موارد المياه وقد ذكر في الزاد زاد المستقنع قال ولا تحت ظل شجرة مثمرة من حضر الزاد قال ولا تحت ظل شجرة مثمرة لماذا؟ لأن هذه الشجرة المثمرة تساقط ثمرها على الأرض في الغالب فإذا أرى الناس هذه الثمرة سقطت على هذا الغائط فإنهم يستقذرون ذلك ويستقبحون ذلك ويلعنون من فعل ذلك وأيضا يبتعدون عن ثمار هذه الشجرة عن ثمار هذه الشجرة ولذلك القاعدة أن كل ما ينتفع به الناس يحرم التخلي تحته أو إليه مثلا هناك أشياء كثيرة يعني أشياء كثيرة لا شك بأن الناس ينتفعون بها مثل مقاعد الحدائق يوجد الآن في أغلب المنتزهات مقاعد التبول على هذه المقاعد أو التخلي عليها أو حولها هذا يجر باللعنة أيضا يعني تخيل أنت في منتزه وفيه كراسي أو مقاعد ثم لما ذهبت لتجلس ولتسترخي على هذا الكرسي أو المقعد وجدت يعني أثر حدث فإن هذا لا شك بأنه يعني يدفع الإنسان إلى الدعاء وباللعنة على من فعل ذلك كذلك هذا فيه أيضا مثل ما يعبرون بالمصطلح العام تشويه بصري يعني الشريعة دعت الناس إلى أن تكون أفنيتهم نظيفة وبيوتهم نظيفة وشوارعهم نبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعب علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إيش إماطة الأذى عن الطريق الأذى الأذى ليس بالضرورة أن يكون نجسا مثلا الحجرة والشوكة الحجارة والشوكة فلا شك بأن هذا دعوة إلى أن تكون شوارعنا جميلة وأفنيتنا جميلة فالتشوه هذا تشوه بصري مؤذي مؤذي للعيون للبصر ومؤذي للنفس والمسلم مطالب بأن يكون في نفسه نظيفا وأيضا في محيطه سواء في بيته في حيه في مدينته هذا يدل على عظمة هذا الدين وأنها نبهت إلى مثل هذه القضايا وما أغفلت وما أغفلت إن بعض الناس الآن يعتقد بأن دعوة إلى نظافة الشوارع والبيئة ما جاء ذكر شيء منها في النصوص الوحيين لا الجواب موجود هذا وهذا الباب تحديدا من أكثر الأبواب ذكر لهذه المسائل ثم ذكر حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواه الخمزة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط طبعا هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد وأنا كما ذكرت لكم في بداية الدروس أنني لا أستغلق في ذكري أسباب الضعف لأننا نحتم في المقام الأول بذكر المسائل الفقهية لكن ننبه أحيانا إلى يعني ما أرى بأنه مهم في مسألة الحكم على الحديث هذا الحديث ضعيف لكن مر معنا في الأبواب السابقة النهي عن بول الإنسان في الماء الراكت في الماء الراكت ويأتي بعده أيضا الحديث وبحثنا هذا فيما سبق لكن أنبه إلى أن هذا الحديث أيضا ضعيف من جهة الإسناد لكن لا يعني ضعف الحديث عدم وجود الحكم فإن العمل على هذا الحديث العمل على هذا الحديث لا يبول أن أحدكم في مستحمه المكان الذي يغتسل به المكان الذي يغتسل به فإن الإنسان لا يبول في مستحمه ثم يتوضع فيه فإن عامة الوسواس منه عامة الوسواس منه لأن الإنسان إذا فعل هذا أصابه وسواس وأنه يخشى أن يكون هذا يعني أصبح قد تنجس لكن هنا تفصيل في هذه المسألة المستحم على قسمين مستحم صلب مثل هذه الأحواض البلاستيكية أو الأحواض المبنية من البرسلان ومن بقية الأشياء هذه لا بأس لو تبول الإنسان فيها لماذا؟ لأن هذا البول سلن يبقى له أثر مع الماء وسيذهب عن طريق هذه البالوعة إلى مجراه أما النوع الثاني فهي الأحواض من الطين وهذه كانت قديما استعملون حوض من الطين يقتسرون فيها أو يتوضعون منه مثلا فهنا يكره لماذا؟ لأن هذا سيبقى له أثر فالإنسان إذا تبول في هذا المكان حتى ولو يعني أخذ البول مجراه وذهب فإنه سيبقى وسواس في الإنسان ما يدري قد يكون هناك بقايا من هذا البول وهذا الذي نهت عنه الشرية وحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد وسبق شرح هذا الحديث نعم قال باب البول في الأواني للحاجة قال عن أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي إن خنثت أحسن إن خنثت أي انكسرت وانثنت نعم قال رحمه الله تعالى باب البول في الأواني للحاجة هذا الباب ظاهر من جهة يعني من جهة ذكر المصنف له أنه يجوز البول في الإناء للحاجة والبول في الإناء لا يتصور أن يكون إلا في البيوت لا يتصور أن يكون إلا في البيوت ولذلك قال باب البول في الأواني للحاجة للحاجة قال عن أميمة بنت رقيقة عن أمها طبعا رقيقة هذه بنت خويلد ابن آسد هي أخت خديجة رضي الله عنه بالنسبة لرقيقة هذه بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنه قالت كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح القدح وهذا القدح هو الإناء وله اسم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمي أدواته فاسم هذا القدح الصادر كان اسمه الصادر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال قدح من عيدان عيدان طبعا تضبط بالفتح والكسر عيدان وعيدان بالفتح جمع عيدانه وبالكسر جمع عود تجمع على عود أو جمع عود فردوها عود قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل يبول فيه بالليل رواه أبو داود والنسائي أفاد هذا الحديث جواز بول الإنسان في الإناء في بيته بأن يتخذ إناءا يبول فيه إذا احتاج إلى ذلك إذا احتاج إلى ذلك وقد ذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبول في هذا الإناء في الليل إن احتاج إلى ذلك لأنه قبل أن يتخذ الكنيف يعني المرحاض في البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الكنيف يعني المرحاض بعد ذلك فكان قبل ذلك يبول في الإناء وعلى هذا قالوا قالوا بأن الإنسان إذا كان عنده مرحاض فإنه لا ينبغي له أن يتخذ إناءا يبول فيه ومن أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا بعد بعد اتخاذه الكنيفة في البيت صلى الله عليه وسلم وعليه قالوا بأن الإنسان إذا احتاج سواء كان عنده مرحاض في البيت أو لم يكن عنده مرحاض فإنه يجوز له أن يتخذ أن الإناء ليبول فيه والآن هي الآن كثيرة وأنواع هناك أشياء طبية يحتاج إليها كثير من المرضى عاف الله الجميع خاصة الذين يعني يبتلون ببعض الأمراض لديهم قسطرة بولية فيتخذون هذا لا حرج في ذلك نكمل بعد لذلك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة موسيقى 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 لا إله إلا الله الحمد لله ما زلنا مع باب البول في الأواني للحاجة خلاصة حديث أميمة بنت رقيقة عن أمها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يتخذ قدحا من عيدان ويضعه تحت سريره يبول فيه بالليل ذكرت لكم بأن حكيمة هذه بنت أميمة بنت رقيقة هي بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد كذلك الحديث أفاد جواز اتخاذ الآنية للبول فيها ليلا وقد ذهب بعض العلماء إلى تقييد ذلك بالليل دون النهار قالوا ويفهم من التقييد من هذا الحديث أنه يكون في الليل لا في النهار ففي النهار غير مشروع إلا لضرورة وقالوا بأن الليل محل الأعذار محل الأعذار فيختلف عن النهار وأيضا ذهب الحافظ العراقي رحمه الله تعالى إلى أن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت قالوا فإنه لا يمكنه التباعد بالليل للمشقة أما بعد اتخاذها فتركه لكن هذا فيه نظر والأولى إبقاء الحديث على إطلاقه ليلا ونهارا سواء كان في البيت مرحاض أو لم يكن فيه مرحاض ما دام أن هناك حاجة وقبل الأذان ذكرت بأن هذا أيضا مفيد لأصحاب الأمراض خاصة لديهم قسطرة ويعانون وبعضهم للأسف يعني يتعب نفسه ويتعب أهله ويعتقد بأن وضع مثل هذه الأدوات التي يتبول فيها وهو على سريره أو وهو جالس أن هذا لا يجوز ولا يصح هذا كلام غير صحيح هذا ضرورة وليست حاجة يعني عندهم الذين ابتلوا بهذه الأمراض هذه ضرورة ضرورة أن تستعمل مثل هذه الأشياء وهذه من نعم الله يعني وجود مثل هذه الأدوات التي يعني تجعل الإنسان يرتاح في مسألة خروج البول وكذلك عدم النجاسة هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أما هذا الحديث فيه فائدة وهي جواز اتخاذ السرير نبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على السرير وينام على الحصير صلى الله عليه وسلم فاتخاذ السرير جائز قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيه فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي انخنثت أي انكسرت وانثنت طبعا هذا الحديث له قصة وهي أن الناس يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي في اليوم الذي مات فيه وعائشة ترد هذا تقول ما أوصى ما علمنا هذا ولا عرفنا هذا فيه رد على من كان يشيع ويذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي فلكن الشاهد هنا قالت لقد دعا بالطست ليبول فيها دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالطست ليبول فيها والطست هو إنه يستعمل استعمالات متنوعة استعمالات متنوعة وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالقدح اللي هو الصادر كما ذكرت ابن القيم ذكر بأن اسمه الصادر لعله دعا بهذا الذي اتخذه ليبول فيه قال فانخنثت نفسه يعني انكسرت وانثنت نبي عليه الصلاة والسلام في أيامه الأخيرة ضعفا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه فلم يكن يحتمل المشي ولا الانتصاب قائما فلما أراد القيام انخنثت انكسرت يعني نفسه وانثنت وتعب ورجع إلى محله قالت وما شعرت فإلى من أوصه هذا طبعا فيه دليل على من ذهب إلى جواز البول في الإناء لكن تقيده بالحاجة طيب مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى تقيده بالحاجة يكون طيب بارك الله في الجميع قال باب ما جاء في البول قائما قال عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وصح قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما رواه ابن ماجة قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عاقبيه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة والسباطة ملق التراب والقمام قال ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان وقد روى عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فيرى أنه لعله كان به إذاك وجع الصلب نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في البول قائما ما جاء في البول قائما يعني حكم البول قائما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا حديث عائشة يفيد ماذا يفيد عدم جواز البول قائما لأن عائشة تقول كل من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه فلا تصدقوه طبعا عائشة رضي الله عنها إنما روت ما رأت إنما روت ما رأت ولذلك قول عائشة مستند إلى علمها مستند إلى علمها وأن هذا إنما كان في البيوت فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما في بيته لماذا نقول هذا الكلام لأنه ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بال قائما ولذلك الترمذي رحمة الله عليه قال وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح هذه الجملة دائما ما يذكرها الترمذي رحمة الله عليه في الأحاديث التي ينتقيها ويختارها في مسألة من المسائل الفقهية لكن قول الترمذي وهذا هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح لا يدل على الصحة لا يدل على الصحة أولاً وذلك لأن هذا الحديث من رواية شريك ابن عبد الله القاضي وشريك رحمه الله تعالى متكلم فيه بسوء الحفظ متكلم فيه بسوء الحفظ ولذلك الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وهذا أشد من قول الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وهو في هذا الباب وأصح ذلك أن الحاكم مشهور الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك مشهور بالتساهل رحمه الله تعالى وكيف يكون هذا الحديث على شرط الشيخين والبخاري لم يخرج لشريك ابن عبد الله بالكلية وكذلك مسلم إنما رووا أخرجوا له استشهاداً لا احتجاجاً استشهاداً لا احتجاجاً لكن عموماً الحديث حسن من جهة الإسناد ويكون هذا في البنيان أو بما علمته عائش وقلنا القاعدة أن قول عائش هذا إنما مستند إلى علمها فيعمل على ما وقع منه في البيوت فتكون هي قالت بأنه وقع هذا لم يقع هذا منه في البيوت الحديث الآخر حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائماً أن يبول الرجل قائماً هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح حديث ضعيف لا يصح ولذلك قال الحافظ بن حجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البول قائماً شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البول قائماً شيء وأما حديث حديث رضي الله عنه فهذا رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم سباطة قوم يعني هو ملقى التراب والقمامة سباطة القوم وأضافها إلى القوم إضافة تخصيص لا تمليك إضافة تخصيص لا تمليك لأنها موات مباحة هي في الغالب أن الناس يعني مثلاً في حي من الأحياء قديماً يلقون القمامة قريب منهم لكن لا يملكون هذا المكان لا يملكون هذا المكان قال فبال قائماً بال قائماً صلى الله عليه وسلم فتنحيت يعني ابتعت وهو حال من فاعلي طبعاً قائماً قائماً حال من فاعلي بال وتنحيت ابتعت عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بال لا يبعد عن البيوت أما إذا أراد أن يقضي حاجته الأخرى فكان يذهب المذهب البعيد صلى الله عليه وسلم فلما ابتعد حذيفة قال له أدنه يعني اقترب قال أدنه فدنوت يقول حذيفة حتى قمت عند عقيبيه فتوضأ ومسها على على خفيه رواه الجماعة وهذا يدلنا على أن هذا كان في الحضر وليس في السفر الحضر وليس في السفر طيب الآن عندنا حديث عائشة يفيد ماذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبو القائماً مطلقاً وحديث حذيفة رضي الله عنه يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً والجمع كما ذكرت أن عائشة روت ما علمت ورأت في بيتها وأما حذيفة رضي الله عنه فروا ما رآه من النبي عليه الصلاة والسلام خاصةً وأنه كان المرافق له رضي الله عنه وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً ذكر هذا ابن المنذر رحمه الله تعالى ولذلك هذه الأحاديث في هذا الباب فيها أولاً جواز البول قرب البيوت أو قرب الدور وثانياً مدافعة الخبث مكروهة ومضرة خاصة مسألة التبول قالوا بأنه يضرب الكلا إذا حبسه الإنسان ولذلك الإنسان إذا احتاج إلى التبول ولم يجد مكاناً بالواقفاً مثلاً في مكان يستره يستر عورته عن أعين الناس ثالثاً جواز طلب السائل من صاحبه الماء نبي عليه الصلاة والسلام طلب من من حذيفة طلب منه الماء قال فتوضى ورابعاً خدمة المفضول للفاضل وخامساً دفع أعلى المفسدتين بأخفهما والإتيام بأعظم المصلحتين إن لم يمكن جمعهما فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الجلوس لمصالح المسلمين ويحتاج أحياناً إلى أن يتبول صلى الله عليه وآله وسلم وليس ثم مكان يمكن أن يجلس فيه فدل ذلك على جواز البول قائماً طبعاً الترمذ رحمه الله تعالى قال ومعنى النهي عن البول قائماً في حديث عائشة قال على التأديب لا على التحريم في حديث عائشة وجابر قال على التأديب لا على التحريم طبعاً المجد رحمة الله عليه هنا قال وَلَعَلَّهُ لم يجلس لمانعٍ كان بها أو وجعٍ كان به مانع لم يجلس لمانعٍ كان بها يعني الأرض أو وجعٍ كان به صلى الله عليه وسلم وقد روى الخطاب عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أبال قائماً من جرحٍ كان بمأبضه المأبض هو باطن الركبة المأبض هو باطن الركبة وهذا الحديث ضعيف لا يصح وذكر أيضاً كلام الشافعي قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماً بالبول قائماً الحافظ بن حجر نسب هذا القول إلى الإمام أحمد وليس إلى الشافعي قال هذا قول الإمام أحمد رحمه الله خلاصة المسألة جواز البول قائماً إذا احتاج الإنسان لذلك ولكن بشرط الشرط الأول أن يستر عورته عن الأعين والثاني أن يأمن من عدم ارتداد شيءٍ من البول إلى ثيابه وبدنه وهنا ينشأ سؤال وهنا ينشأ سؤال هذه الأشياء الموجودة في بعض الأسواق والمطارات وهي مهيئة للبول قائماً هل يجوز للمسلم أن يبول قائماً فيها أم لا إذا فهمنا هذه المسألة اتضح لنا الحكم ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى ذلك ما المانع بشرطين أن يستر عورته وأن يضمن ويأمن عدم ارتداد شيءٍ من البول إليه ولكن يجعل هذا هو الاختيار الأخير يعني الخيار الأخير لا يلجأ إليه أولاً فإذا وجد مكان يجلس فيه يذهب إليه ولا يبول قائماً لعلنا نكتفي بهذا القدر شاء الله نتقيكم بعد الصلاة درس التفسير صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد شكراً